قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها ونسأل جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتعبون حسنا أما بعد أيها الإخوة والأخوات في كل مكان سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الكريم المبارك حول أصول الدعوة ولازلنا نتحدث معا عن طلب العلم هذا الجانب المهم في حياتنا لنصل من خلاله إلى معرفة ديننا فإن ديننا هو دين العلم وأول ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى الأمر بإقرأ قبل أن يقول لنا ربنا اعبد ربك أو صلي أو صم أو كذا أو كذا قال اقرأ ففرض القراءة التي هي وسيلة من وسائل التعلم مقدمة على ما سواها وأولى الناس بهذا العلم إنما هم العلماء إنما هم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وقد ذكرنا من قبل أن أحد السلف الصالح وهو سفيان بن عيينة رضي الله عنه قال يوما لجلسائه من أحوج الناس إلى طلب العلم قالوا قل أنت يا أبا محمد قال أحوج الناس إلى طلب العلم العالم فإنه ليس الجهل بأحد أقبح به من العالم أحوج الناس إلى طلب العلم هو العالم لأنه ليس الجهل بأحد أقبح به من العالم ونحن قطعنا في هذا المجال شوطا فيما سبق أشرنا من خلال حلقاتنا المتوالية إلى أهمية التعرف على القرآن والسنة والتاريخ والفقه والسيرة واللغة العربية وما إلى ذلك مما لا غنى لأي داعية عنه يريد أن يكون له باع في هذا المجال نواصل أيها الإخوة الكرام نصائحنا فيما يتعلق بطلب العلم أشرنا في حلقتنا السابقة إلى نقطة مهمة جدا في آخر حلقة ووعدت أن آتي عليها اليوم لأستفيد في الحديث عنها العلم بالتعلم فما هو السبيل والطريق إلى أن يتعلم الإنسان العلم هل العلم يتأتى بمجرد القراءة والاطلاع على الكتب والتبحر في تسويد الصفحات وما إلى ذلك لا العلم يحتاج إلى أن يتعلم الإنسان على يد أهل العلم على يد الشيوخ المتخصصين الذين سبقون في هذا الطريق ونحن عندنا أسوة حسنة في رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كان يأتي جبريل فيبلغه عن الله ما أوحى الله به إليه وربنا سبحانه وتعالى قال له في القرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وزكى ربنا تبارك وتعالى سيدنا جبريل الذي كان يقوم بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم قال علمه شديد القوى علمه شديد القوى فكان يتلقى القرآن من سيدنا جبريل ولا يقتصر على التلقي في حينه وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل القرآن في كل رمضان مرة ومعنى يعارضه يقرأ علي ويستمع منه يعرض علي أو يعارضه القرآن الكريم في كل رمضان مرة فلما كان العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين هذا هو هدي ربنا الذي علمه لنبينا عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام تعلم ربنا قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة فلنسر على هذا الطريق ولنمضي على هذا السنن فنتعلم على يد أهل العلم على يد أهل العلم على يد المتخصصين لا يكفي أن يقرأ الإنسان كتابا ليصير به عالما علامة أو بحرا فهامة كما يقولون لا وإنما طريق العلم هو أن أغبر قدمي في سبيل الله وصولا إلى مجالس العلماء من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر الحديث إذن لابد من مجالسة العلماء سيدنا معاذ بن جبل وهو يجود بنفسه وهو يودع الدنيا قال هذه الكلمات قال اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لغرس أشجار ولا لجري أنعار وإنما لمزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم ولمكابلة الليل الطويل أي في قيام الليل ولضمأ الحر الهواجر في النهار أي في الصيام فأول ما أشار إليه قال مزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم ونفس العبارة وردت على لسان سيدنا لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه في أحد الآثار قال يا بني يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر تأمل معي في هذه العبارة يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فطلب العلم طريقه هو هذا أي محاولة للخروج لطلب العلم بعيدا عن هذا الهدي تؤدي بالإنسان إلى الضلال وأؤكدها هنا تؤدي بالإنسان إلى الضلال أي محاولة لطلب العلم بعيدا عن العلماء المتخصصين الذين سبقون على هذا الطريق تؤدي بالإنسان إلى الضلال وليس هذا كلامي وإنما هو كلام الأئمة العلماء الثقاط الذين نحبهم وندعو لهم ونثني دائما في مجالسنا عليهم اسمع مثلا يقول أحد هؤلاء من السلف الصالح يقول ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم فآدي النتيجة ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وقالوا أيضا من سلك طريقا بغير دليل ضل ومن تمسك بغير أصل زل ومواقف العلماء العلماء الكبار من الأئمة الأربعة ورد عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه دخل يوما إلى المسجد فوجد حلقة من الحلقات فقال ما يصنع هؤلاء قالوا ينظرون في الفقه قال ألاهم رأس قالوا لا قال لا يفقه هؤلاء أبدا واضح من كلب تألاهم رأس فيه مرجع فيه شيخ فيه إنسان بيصدره عن رأيه وبيتعاملوا معاه وبالتالي يصبح بالنسبة لهم مرجعا يرجح بين الآراء يجمع ما بين ظاهره التعارض يقدم ما هو أقوى دليلا على ما هو أضعف يزيل ما قد يلتبس فهموه على هؤلاء التلميذ فقالوا لا قال لا يفقه هؤلاء أبدا وهذا قاله الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام هذا كلام إمام عظيم كسابقي الإمام هو حنيفة والإمام الشافعي من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام والإمام النووي له عبارة هنا أقرأها لحضراتكم يقول ويعتني أي طالب العلم بتصحيح درسه الذي يتحفظه تصحيحا متقنا على الشيخ ثم يحفظه حفظا محكما ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا فإن ذلك من أضر المفاسد ما قال شي حتى لم يقل فإن ذلك من المفاسد إنما قال فإن ذلك من أضر المفاسد من أضر المفاسد إذن هناك إجماع من هؤلاء العلماء الربانيين الذين سبقون إلى تلقي العلم بأسلوب صحيح أن من أراد العلم فطريقه واحد لا ثاني له أن يتعلم على يد أهل العلم المشهود لهم والموثوق بهم الذين وصفهم ربنا بقول إنما يخشى الله من عباده العلماء لذلك بنقول كده أنت تريد أن تتلقى العلم عليك أولا أن تأخذ عن شيخ سبق له أن تلقى العلم عن غيره عن شيوخ آخرين لأنه لا يؤمن عليه من الزلل وفاقد الشيء لا يعطيه فقد تزل بزلته قد تزل بزلته لأنه هو مش فاهم هو تعلم من الكتب فكاتل نتيجة أنه زل وأنت تتبعه وراء ذلك لذلك العلماء قالك إيه لا تأخذ العلم من صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي لا تأخذ العلم من صحفي واحد بيقرأ في الكتب ويجي أقولك ما يكفيش ولا تأخذ القرآن من مصحفي واحد قرأ في المصحف دون أن يتقن حفظه على يد شيوخ آخرين تكون النتيجة أنه سيقرأ خطأا وأنت تتبعه في خطأه فلذلك حذرته من أن تتعلمه على يد هؤلاء يقولك كده لا تأخذ العلم من صحفي ولا تأخذ القرآن من إيه من مصحفي وقالوا أيضا واسمع نفس الكلام زي ما الإمام النووي قال إن ذلك من أضر المفاسد أن تقرأ من الكتب مباشرة قالوا إن من أعظم البلية تمشيخ الصحفية إن من أعظم البلية تمشيخ الصحفية الناس اللي بتقرأ في الصحف وفي الأوراق والكتب وفقط يصيرون شيوخا ورؤوسا تكون النتيجة إنه بلية عم على الناس كلهم بلية وأنا ضربت أنثلة قبل ذلك لواحد مثلا يمسك كتابا للإمام بن الجوزي اسمه الموضوعات جمع فيه الأحاديث الموضوع المتسوسة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا به يقرأ أمام الناس على اعتبار أنه دي موضوعات يعني جمع موضوع حاجة جميلة موضوع في الفقه موضوع في السيرة موضوع في الصبر موضوع في الصدق طبعا هذا نتيجة أنه لم يتلقى العلم على يد العلماء الربانيين الشيء الثاني أن من تأخذه لتتلقى على يديه احرص على أن يكون رجلا ربانيا ربنا زك أهل العلم تزكية في القرآن عظيمة جدا لما يشهد ليهم يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء وإنما هنا أدت حصر شوف العلماء ليهم ملمس جميل يقولك إيه ربنا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وبعدين جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورض عنه ذلك لمن خشي ربه يوم يجمع بين الآية خير البرية أولئك هم خير البرية ذلك لمن خشي ربه والعلماء في قمة من يخشى الله سبحانه وتعالى فهم إذن خير البرية فهم خير البرية وعندما تقرأ قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط شهد الله لنفسه بالوحدانية وشهد معه أفضل خلقه الملائكة وأولو العلم وأولو العلم والعلماء ورثة الأنبياء والكلام ده بنكرره كتير فعليك أن تختار من العلماء من هو مشؤود الله بالصلاح والتقى والإيمان بالله سبحانه وتعالى ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم الخشية إنما العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ هكذا قلت الإمام الشفعي ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع إنما العلم ما نفع وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم تأخذ عن من عرف بصلاحه وتقواه حيث ورد عن السلف الصالح أنهم كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا العلم نظروا إلى مين إلى صلاح الرجل وإلى سنته وإلى هديه وإلى صلاته وإلى صلاته فكانوا يتعلمون من العلماء الأدب قبل أن يتعلموا العلم ابن وهب أحد تلاميذ الإمام مالك يقول ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه يعني لو حطينا أدب مالك في كفة وعلم مالك في كفة لرجح أدب مالك الذي يعلمه لأصحابه وبعث ابن سيرين رجلاً لينظر كيف هدي القاسم حاله كيف هديه وكيف حاله بحيث أنه يتعلم ويشوف اللي هيأخذ عنه ده شكله إيه وفي أثر على ابن سيرين أيضاً يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم للأسف الشديد أن مجال تعليم العلم الآن والذين يتحدثون في الدين كثرة كثيرة ربما لا حصر لهم ولا عد أعجبني طرفق لها بعض الدعاء المعاصرين يقول عندنا عدد محدود من الأطباء ألف ألفين خمس تلاف مئة ألف في النهاية عدد محدود بيجمعهم وصف طبيب نقابة أطباء بتجمع هؤلاء نقابة مهندسين نقابة تجاريين عددهم محدود لكننا في بلدنا يقول لك عندنا سبعين مليون مفتي كل من له ومن ليس له يتجاوز حدودا ويتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بينما القرآن يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون فتعلموا العلم على يد أهل التخصص وعلى يد الشيوخ مطلوب وفي الوقت نفسي نتعلم العلم عن من عرف بصلاحه وتقواه وإيمانه بربه وصلته بخالقه بحيث لا يتعلم منه العلم النظر فقط وإنما يتعلم منه أيضا الأدب الأدب هذا هو ما ينبغي أن ننصح به إخواننا في بداية كلامنا حول نقطة مهمة جدا في طلب العلم وهو الحرص على تلقي العلم على يد أهل التخصص على يد الشيوخ الذين سبقونا في هذا الطريق ينبغي نقتنم الفرصة لنتكلم مع إخواننا وأولادنا وشبابنا وشاباتنا ممن يطلبون العلم وإذا وجدوا عالبا ينبغي أن يعضوا عليه بالنواجذ ينبغي أن يحرصوا على أن يغترفوا من معينه وأن ينصبوا يتعبوا في سبيل الاستفادة منه بأقصى طاقة ممكنة لذلك دعونا نشير بعض الإشارات إلى بعض آداب المتعلم مع العالم اللي بالشكل اللي بنقول عليه ده عالم متخصص عالم متميز عالم عنده من العلوم الكثير وعنده أيضا تقى وورع وزهد وخشية لله سبحانه وتعالى لا يكفي أحدهما عن الآخر يعني شيء يذكر سيدنا الإمام مالك يقول يؤخذ العلم أو لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك لا يؤخذ العلم من أربعة أول حاجة لا يؤخذ العلم من أربعة من سفيه معلن بالسفة وإن كان أروى الناس واحد والعياذ بالله لا يسير سيرة صالحين ولا أتقياء ولا بررة ولا مسلمين ولا مؤمنين طب أن نعمل بإيه هذا حتى وإن كان أروى الناس ولو كان حتى يحفظ من الكتب عن ظهر قلب ما تنوق بحمله الجمال أو الجبال قال لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك لا يؤخذ العلم من سفيه معلن بالسفة وإن كان أروى الناس ولا يؤخذ العلم من صاحب plant ينعو الناس إلى introduce ولا من رجل له صلاح وتقى إذا كان لا يعرف ما يقول إذا كان لا يدري ما يقول إذا كان لا يدري ما يقول يبقى بيقول كده لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك لا يؤخذ من سفيه معلن بالناس وإن كان أروى الناس ولا من صاحب هوى ولا من صاحب بدعة ولا من شيخ الله الصلاح وتقى إذا كان لا يعرف ما يقول هذا معنى كلام للإمام مالك فبيأكد على إن واحد صالح وتقي لا يعرف ما يقول ملناش علاقة به إلا هو آخر واحد وأول واحد فاسق أو يعني سفيه معلن بالسفة وإن كان أروى الناس وبالمناسبة هو جمع ما بين المبتدع وصاحب الهوى وأضف إليهم الكذاب رجل يكذب في حديث الناس وإن كان يؤمن عليه الكذب في حديث رسول الله برضو لا نأخذ منه إذا ثبت عليه الكذب في أحاديث الناس لا نأخذ منه يبقى نولون تاني لا يأخذ العلم الأربعة من سفيه معلن بالسفة وإن كان أروى الناس ولا ممن عرف عنه الكذب في أحاديث الناس وإن كان ليؤمن عليه الكذب على الله أو على رسول الله ولا من صاحب هون وبدعة يدعو الناس إلى هو وبدعته ولا من رجل له صلاح وتقى ولا يعرف ما يقول إذن نحن في حاجة إلى أن نتعرف على عالم ثقة مأمون وفي الوقت نفسه رجل صالح تقي وعلى علم بما يقول إذا وجدنا إنسانا بهذا المعنى يجب أن نخضع له وننقاد له ونحبه وندعو له والأداب اللي في طلب العلم كتير جدا لكن دعونا نذكر ببعضها أولا من القرآن الكريم من القرآن الكريم ماذا قال الله تعالى في قصة سيدنا موسى عندما قصد سيدنا موسى عليه السلام وهو نبي من أولي العزم رسول من أولي العزم في المنزلة الثانية بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل أنبياء بني إسرائيل تحت شريعته وهو كريم الله وخصوصيات كتيرة ربنا قال له واصطنعتك لنفسي إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ومع ذلك عندما توجه لطلب العلم على يد الخضر عليهم السلام قال له إيه هل أتبعك شوف الأدب أدب رسول كبير جدا من أولي العزم هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة قال إنك لن تستطيع ما يا صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر إيه ده إيه الأدب الجام ده إيه الاحترام اللي لا نظير ولا مثيل له قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر قال فإن اتبعتني خد بالك فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى ومع ذلك سيدنا موسى كل مسألة يسأل فيها عملت كده عملت كده قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا هذه القصة نموذج عملي تطبيقي جميل في احترام طالب العلم لشيخه الذي يتعلم منه ويتلقع لديه وإن كان أدنى منزلة منه كما كان الشأن من سيدنا موسى للخضر عليهم السلام في حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه زي ما بتوقر الكبير بتقوله يا عمي يا والدي يا أستاذ فلان يا شيخ فلان وتحترمه وتعتبر هذا الرجل الكبير يعني نموذج جدير بالاحترام والصغير تحنو عليه وتمسح على رأسه وتشد من أزره دي أمور كلنا متفقين عليها ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا حط جنبيهم التالتة دي ويعرف لعالمنا حقه فهناك حق لهذا العالم ينبغي أن يحترم وينبغي أن يكون له من الإجلال والتوقير ما يرقى به إلى مستوى العلم الذي يتعلمه أو الذي يعلمه فأنت تحترم فيه علمه أنت تحترم فيه وراثته لأنبياء الله تبارك وتعالى سيدنا نبيع صلى الله عليه وسلم الحديث دائما نكرره العلماء ورثة الأنبياء فبكونه وريثا للأنبياء يجعلك تحترم فيه علمه وتوقره وتقدره وتنزله المنزلة اللائقة به وكلنا حفظين أبيات قالها أحمد شوقي قالها يعني ودائما بنرددها يقول لك قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا أرأيت أكرم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا إذا كان المهندس بيبني عمارة من الطوب والحجارة والأسمنت والحديد والرمل فإن العالم إنما يبني نفوسا إنما يبني عقولا إنما يبني إنسانا الإنسان مش بجسمه الطبيب بيعالج جسمك يعالج مهدتك ويعالج رأسك ويعالج أزنك ولسانك لكن العالم يعالج نفسك يعالج ما فيها من تقصير ونقص وخلل والطراب حقد حسد كراهية يعمق فيها معاني الفضيلة معاني الحب معاني الانتماء معاني الإثار معاني التقدم يعني أرأيت أكرم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا هذا هو احترام الإنسان لأهل العلم وبيحضرني مثال جميل جدا أذكر لحضراتكم إنه كان الرشيد وإذا كان في بداية الدعوة في بداية الإسلام والخلافة الإسلامية وكان فيه خير في هؤلاء الولاة وهؤلاء الحكام أرسل الخليفة هارون الرشيد أرسل أولاده ليتعلموا على يدي الأصمعي أحد أحد أساطين اللغة والأدب والبلاغة المعروفة والمشهورة على مستوى الناس كلهم فدخل يوما الرشيد رح ذهب إلى الحلقة فوجد الأصمعية توضأ ويصب الماء على قدمه ابن الخليفة من اللي يصب على رجل الماء ابن الخليفة إمكان لو حد مننا وجد هذا في ولديه يتعامل مع الأستاذ بهذه الطريقة يمكن يصيبه أذى ويأخذ على خطره من هذا التصرف لكن انظر قال له إنما أرسلت به إليك لتعلمه وتؤدبه فلماذا لم تجعله يصب الماء عليك بيد ويغسل رجلك باليد الأخرى لماذا لم تجعله يصب الماء عليك بيد ويغسل قدمك باليد الأخرى هذا هو الاحترام هذا هو الإنسان اللي العالم يحبه ويسعد به ويقرب منه ولا يبخل عليه بشيء لما يجد هذا الاحترام المتبادل لكن أن نتطاول على العلماء وأن ننال منهم وأن نتعامل معهم كما لو كانوا ناسا عاديين طيب انت ايه رأيك يا عم الشيخ طيب فلان كلام غير اللي انت بتقوله ده قل انت رأيك انت ايه يعني لا يتعامل مع أهل العلم ومع أهل الفقه بمثل هذه الطريقة شعر يقول ان المعلمة والطبيب كليهما لا ينصحان اذا هما لم يكرم فاصبر لدائك ان اهنت طبيبه واصبر لجهلك ان جفوت معلمة يا طلبة العلم يا من تريدون الخير لأنفسكم هذا هو الطريق طريق احترام وإجلال وتوقير لأهل العلم حتى تنالوا ما عندهم ومشان يعني مش انطول على حضراتكم ادي كلام لسيدنا علي سيدنا علي احد اساطين العلم من الصحابة ماذا يقول في ادب المتعلم مع العالم يقول من حق العالم عليك ان تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية تسلم على الناس كلهم وهو تخصه بالتحية وان تزلس امامه ولا تشيرن عنده بيديك اشارة كده توحي باي شيء ولا تشيرن عنده بيديك ولا تغمز بعينيك غيره بعض الحركات التي يفهم منها عدم الاحترام لصدر ورأس الجلسة الغمز بالعيل لواحد من هنا ولا من هناك ولا تقولن قال فلان خلاف قوله ولا تقولن قال فلان وهذه كثيرة نجدوها في مجالسنا بيجي واحد يقول طيب انت بتستفتي اصلا سألت فلان وقال لي كذا طيب وقيت تسألني ليه هل تريد من وراء ذلك ان تضرب اقوال العلماء بعضهم ببعض لماذا هذا لا تقولن قال فلان خلاف قوله ولا تغتابن عنده احدا ولا تطلبن عثرة يا سلام على الكلام الطيب لا تطلبن عثرة انت تجلس امام العالم لا لتتتبع هفواته ولا لتتتبع سقطاته وتقول اصل هو غلط في الحتة دي اصل نطق اللفظ ده بخلاف مكان اصل كذا اصل كذا لا تطلبن عثراته وان زل قبلت معذرته وان زل قبلت معذرته هذا هو الواجب عشان تتعلم كان بعض السلف الصالح وهذا موقف من المواقف اللي بنضعها بيننا طلاب العلم بعض السلف الصالح كان اذا ذهب الى مجلس العلم يتصدق بصدقة يتصدق بصدقة ويقول اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني كان اذا ذهب الى مجلس العلم ها مش رايح لاجل ان يجلس ازنا صاغية واعينا مفتوحة لاي خطأ لاي سقطة من هنا ومنك لا 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 انما كان يتصدق بصدقة ويقول اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني او سيدنا عالي بقول نفس الكلام او قريب من هذا لا تطلبن عثرته وان زل قبلت معذرته وعليك ان توقره لله تعالى عليك ان توقره لله تعالى لله اللي بيوقر العالم انما يوقر فيه علمه مش شخصه ليس شخصه وانما العلم اللي ربنا اودعه فيه لذلك الحديث يقول ايه الحديث يقول ان من اجلال الله تعالى ان من اجلال مين من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم والسلطان المقصط السلطان العادل وحامل القرآن غير الغالفي والجافع ان من اجلال الله الانسان اللي بيحترم هذه الشخصيات انما يجل الله ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبة المسلم والسلطان المقصط وحامل القرآن مش مجرد واحد حامل القرآن وبس لا انما متأدب بعنا بالقرآن غير الغالفي والجافع عنه انسان يهتدي بهدي القرآن ويسترشد بارشاد القرآن ويعمل بمحكم القرآن ويؤمن بمتشابهه اللي بيحترم دول بيحترم ربنا سبحانه وتعالى ويجلهم لاجلال الله لهم وبعدين قالوا عليك ان توقره لله تعالى وان كانت له حاجة سبقت القوم الى خدمته ان كانت له حاجة سبقت القوم الى خدمته لا تنتظر ان يقوم غيرك بخدمته بل بادر انت لان اسراعك للخير ينبغي ان يكون دأبك وسعيك وان بدت له حاجة ان كانت له حاجة سبقت القوم الى خدمته ولا تلح عليه اذا كسلا لا تلح عليه اذا كسل يعني اقول لك لا يقضي القاضي وهو غضبان ولا يقضي القاضي وهو تعبان ولا يقضي في اصناء الحر الشديد ولا كذا ولا كذا حتى يكون هناك استقرار فمسألة ان تلح على العالم او الداعية وبالذات اخواننا اللي بيتصلوا بالتليفونات في اوقات النوم واوقات يعني الشغل يتصلوا اقول له معلش تجاوبني دلوقتي اصلي كذا اصلي كذا لا يعني نراعي نراعي ان العالم او الداعية شأنه كشأن اي انسان له حاجاته وله متطلباته فاذا كان له نظام او له ترتيب في مسألة تلقي اتصالات الناس فليتبع هذا وليراع هذا ولا تلح عليه اذا كسل ولا تشبع من طول صحبته ولا تشبع من طول صحبته طول من تجالس في مجلس العلم انت في رياض الجنة اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر او مجالس الذكري وقالوا مجالس الذكري يا مجالس الحلال والحرام كيف تصوم كيف تصلي كيف تبيع كيف تشتري كيف تنكح كيف تطلق لا تشبع من طول صحبته فانما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء الى هنا انتهى كلام الامام علي وهو كلام جميل جدا يقول لك كده لا تمل لا تشبع من صحبة العالم فانما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك شيء منها هناك اداب اخرى بنشير اليها اجمالا الحكمة ضالت المؤمن انا وجدها فهو احق الناس بها ومن ثم فان كثيرا مننا الان لا يسمع الا للمشاهير والمعروفين اما المغمورون اما الذين لا يعرف لهم اسم فهؤلاء ينصرف الناس عنهم مع ان الحكمة كما اشرنا ضالت المؤمن ان وجدها فهو احق الناس بها ان وجدها فهو احق الناس بها وحصل ان سيدنا ابو هريرة يوم ان كان خازنا لاموال الصدقة وجاء الشيطان يسرق منه يوم والتاني والتالث ويمسكه فاشار علي اذا اويت الى فراشك فاقرأ اية الكرسي يكون عليك حافظ من الله تبارك وتعالى النبي عليه السلام قال صدقك وهو كذوب فالحكمة ضالت المؤمن فلماذا الحرص على ان نتنقى العلم على يد الشيخ فلان والشيخ فلان وبقية الناس لا نسأل عنهم وقد يكون عندهم من الحكمة ما يردنا عن ردة او يدلنا عن هدى هذا هو يعني ما ننصح به اخواننا لا تمل من صحبة العلماء عامة صغيرهم وكبيرهم مشؤورهم ومغمورهم عليك ان تستمع الى الجميع وما وصل المشؤور الى ما وصل اليه الا وقد مر بمرحلة عدم معرفة الناس له كذلك ان ينقاد لشيخه في اموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده يسألوا ايه رأيك شيخي والله انا مقدم على كذا انا اريد كذا انا هعمل كذا ايه رأيك فيستشيره زي ما المريض يروح لطبيب يقول له اكل ايه واشرب ايه وامتنع عن ايه اولى بذلك معلمك وقد عوتب الامام الشافعي رضي الله عنه في تواضعه للعلماء فقال اهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولا تكرم النفس التي لا تهينها اهين لهم نفسي ده الامام الشافعي اهين لهم نفسي فهم يكرمونها هم دول اللي عارفين يكرموا نفسي ازاي ولا تكرم النفس التي لا تهينها وفي قصة معروفة عندنا ان سيدنا عبدالله بن عباس اخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت فلما قال له زيد خل عنه يا ابن عم رسول الله قال هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وكبرائنا ان ينظر من ادلة احترام المعلم للعالم ان لا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه يقولوا ايه رأيك طب انت كذا طب تقول لي كذا ها ولا يناديه من بعد بل يقول يا سيدي ويا استاذي ولا يقول ما تقولون في كذا وما رأيكم في كذا ولا يسميه في غيبته باسمه الا مقرونا بما يشعر بتعظيمه ان يعرف له حقه ولا ينسى له فضله من علمني حرفا صرت له عبدا هكذا هكذا تعلمنا وكل الناس تعرف هذا المعنى من علمني حرفا صرت له عبدا فلا تنسى حق عالمك والداعي الى الله الذي دلك على الله وان يدعو له مدة حياته طول من تحايش ادعي للناس العلماء دول كان الامام احمد رضي الله عنه وهو يصلي لا ينسى ان يدعو ويودعو معه ايلا يدعو معه للامام الشفعي فلما قال له ابنه ابنه عبدالله قال يا ابتي من الشفعي الذي تدعو له كل هذا الدعاء فقال يا ابني الشفعي كالعافية بالنسبة للبدن وكالشمس بالنسبة للدنيا فانظر هل لهذين من الخلف العافية للبدن والشمس بالنسبة للدنيا يقول الامام احمد ما صليت صلاة منذ اربعين سنة إلا وأنا أدعو للشفعي فيبقى أن يعرف لعلمان حقوقهم في حياتهم وحتى بعد مماتهم طول ما احنا عايشين ندعو لمن لهم حق علينا لا يقول للشيخ لماذا؟ ليه؟ ولا من قال هذا؟ ولا أين موضعه؟ جبت كلام ده منين؟ الكلام اللي احنا بنتعامل به أحيانا مع سيد زيتنا ومشيخنا ده لا يجوز بالطريقة دي طب جبت كلام ده منين؟ مصدرك إيه؟ دليلك إيه؟ ولا ينبغي للطالب أن يكرر السؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه وده قضية بنعاني منها إنك تروح أي مكان في الدنيا النهاردة في أي مكان تجد اللي بيسألك يوالي بيسألك عن النقاب حكم وإيه؟ عن اللحية عن إسمال السياب عن استعمال المسبحة عن مش عارف كلها أسئلة يعرف أصحابها الإجابة عنها يعرفون الإجابة عنها لكن كأنهم يريدون أن يصنفوا هذا الشيخ يوم يسألوا أسئلة ها؟ مش للإستفادة ولا للعلم ولا للمعرفة وإنما علشان يقدر يحطه في أي إطار وفي أي موقع يترى هو تبع الفئة دي ولا الفئة دي فمن آداب طالب العلم أن لا يسأل عما يعلم وأن لا يستفهم عما يفهم فإن ذلك يضيع الزمان وربما أضجر الشيخة ربما أدى إلى أن تضجره إنك أنت تسأل ودي يسأل نفس الأسئلة وذلك أنا حتى في كثير من الحلقات أو الأماكن عندما أسأل عن هذه الأسئلة التي لا أذهب إلى مكان إلا وأجدها أتنازل عنها ولا أجيب عنها ياريت نقرأ بس جمعنا كنا بسرعة أداب طالب العلم مع شيوخه لكن علمائنا وأستزيتنا جزاهم الله خيرا يعني أفرادوا مؤلفات في هذا الجانب من أفضلها وأخصرها أيضا تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم تذكرة السامع والمتكلم تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني والإمام الخطيب البغدادي ألف كتابا اسمه يعني برضو يتكلم عن هذا المعنى عن طالب العلم وآدابه مع شيوخه وما إلى ذلك الحث على حفظ العلم معنى الكلام يعني وكذلك بعض إخواننا من المعاصرين ألف كتابا عن آداب طالب العلم فلنرجع إلى هذه ولنتأدب بأدب العالم وبأدب المتعلم حتى يعمى الخير على مجموعنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم مجهلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع هذا كتاب الإمام الخطيب البغدادي ذكرنا الله وإياكم ما نسينا وعلمنا وإياكم ما جهلنا ونفعنا وإياكم بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك الله ومحمدك نشأل أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتم إليك وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركته